السلام عليكم اخواتي اخوتي وكل متتبعي قناتي واتصافا كنت مننا تكونوا بألف خير وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو كنت اقترح عليكم القنيات مع ممارين بالروز ومشويين يعني نديرهم في الفرن كي يأتيوا هائلين جدا نتمنى نلو الاعجاب ديالكم بالطريقة جيالي وتجربوهم وفي غير ممكن يستحقون التجربة بالنسبة لهذه القنيات انا سنحتاجون انا هنا ندير عائليين العائلة كي يعجبونا بثاف ندير ثلاثة ديال القنيات غسلتهم جيد بيتين في الخلو والملح ومغسولين مليح مليح كذلك عندي ارز هنا عندي كمية تعروز قدرت عنها زلافة تعروز المسلقها نص طيبة يعني طيب نص طيبة في الماء والملح وصفيته سنحتاجون لمطرد او الخردل فلفل احمر فلفل اسود زنجبيل والكركم زيت زيتون سنحتاجون 1-4000 سوص متع التوم قصبره مع الدنوس يكونوا طيين وقطعين واحد البصلة اللي تكون قطعها كمربعات وعندي هنا الكبدة جيل القنية بعد الكبدة جيل القنية اللي غد نديروها في الحشو هده هم المكونات معينا غن نمشي للطريقة اول حاجة سنجدو الحشوة من الارض سنأخذوا واحد الميقلات نديرو فيها الكابت ونديرو فيها حبة بصل ونديرو فيها نصف كمية ديال التوم نديرو فيها كدلك واحد تلت معالق ديال الربع وبالنسبة للتوابل سنديرو واحد زوج معالق زيت زيتون الملح شوية الفلفل اسود واحد الرسجي المهلقة ملعقة صغيرة مثل الفلفل احمر ملعقة صغيرة مثل زنجبيل او سكنجبير وملعقة صغيرة مثل الخرقوم او الكركم سنديرو هذا الشيء كامل يتقلى على النار ونمشي ونجدو شرمونا القنيات نأخذو كذلك نديرو فيها الربع اللي بقنا يعني القصبورو مع النص كذلك الثوم زيت زيتون كما اشتو تقريبا وحد زوج ديال المعلقات شوية مثل الفلفل اسود ملعقة صغيرة فلفل احمر زنجبيل و الكركم والملح اكيد الملح دائما يبقى عندكم ميزانكم هذه التسبيل سوف ندير لها ملعقة صغيرة الخردل او لمطارد ونخلطهم مزيان مزيان نأخذ القنيات ونريد ندخل فيهم شرمولة مليح من الداخل من الوسط يعني كمشته بهذه الطريقة وشحل ما يقعدوا في هذا الشرم ولا شحل ما يجيوكم ملدد اكتر واكتر اشتو كيف يفجاوا كيجيو زوينين ونخليوهم يتبلوا بالنسبة لهذه الحشوة اللي وجدنا في المقلات كنديروها على النار وكنقليوهم زيان هذه البصلة مع الكبدة وكل شيء الكبدة بعد ما قطعتوها من اللي كيتقلى وكيتشحروا واحدة الريحة تطلع منهم رائعة كندفع لهم هذاك الارز اللي طيبنا نصطيبة كما قلتكم في العائلة دينا كان يعجبونا القنيات بزاف كان نخوي عليهم ذاك الارز وكان مزجهم زيان كنت قدمت لكم قنية بالمارق يعني درتها بالضغميرة ولكن لقد انتقلت بزاف عليها يعني كي الناس بزاف ما كتعجبهم يعني انا كن احترم الرأي متاع كامل الناس ولكن غشنه هي شوية يكون الاحترام في التعليقات يعني انا مضرتونيش ولكن هذي النعمة نتاع الله سبحانه وتعالى اللي ما كتعجبوش كيخليها لدسجيال وانها ما كتعجبوش بلا ما كيشبها بحيوانات اخرى ولا كيقول اليها شيء كلام اللي ماشي مزيان يعني فقط كيقول انا ما كتعجبنيش ولا ما كيقول شقع اما اللي كتعجب هكما يستفيد معانا فقط انا كان بغى نشارككم كل شيء كيش هما يعني زينين صحين والذاتين انا كن شاركهم فقط معكم وكيفش كنصاوبهم والتعليقات دائما كتعجبني تعليقاتكم فقط كيما قلت لكم في mere вторاس فى هذا السماك كانت انتقادات كترة Truth and القذقتم على رأيهم السماكب شوى سيالة اللي يقول كلام ما ش cope يعني هذه النعمة مخصصنا ولا شيء هذه فقط ملاحظة أخواتي نتمنى ترضاوا بها كما اشتو هنا القنيات جالي بعد ما شرب عوش رمولة هذا كالاروز وجدناه وراني كنعمر به ذوك القنيات وكننسدهم هكا بواحد الكوردون هكا نسدهم بلا ما تخيطهم يعني أنا غذي نطيبهم في الفران من اللي كنطيبهم في المالق يعني كننخيطهم ولكن من اللي كنديرهم في الفرن ما كنحتاش فقط كنديرهم الكوردون هكا غذي نكمل نعم رقع القنيات هنا وجدت ورق الزبدة او ورق الفرن يعني غذي ندير فيه القنية قبل كنت ندير القنية دي غذي نطيبهم في الاليمنيوم ولكن من سمعنا انه ماشي صحي كنديرهم في اللول في ورق الزبدة ونبعد عاد كنولي نديرهم في الاليمنيوم وكنديرهم في واحد ثانية وندخلهم للفرن يعني باش يطيبو لكم زوان انه طيبوهم طريين يعني ما كيبسوننش في الفرن هنا من اللي درتهم بثلاثة لويتهم في ورق الزبدة وويتهم في الاليمنيوم درتهم في واحد الصينية ودرت لهم الماء في الصينية درت الماء وكندخلهم للفرن ونخليهم يطيبو على خاطرهم جسوية جسوية و جسوية عنص وشح الماء طيبو مزيلا وكنرقبو فوق وما كنلقو هذا كل ما نشف كنضيفو الماء للصينية تافقنا سوف نخليهم بثلاثة من اللي تطيبو أخواتي هذا كل ما لحسب القنيات إذا كانوا صغيرين سوف ناخدوا الوقت بحال انا اخدوا لي واحدهم سوية عنص من اللي خرجتهم وطيبو كنحي يدع لهم هذا الاليمنيوم وورق الزبدة هنا بغيتو تدهنوهم بالزبدة ادهنوهم بالزبدة انا قد ندعهم شوية متاع الشحمة الشحمة العادية كنحكها وكنرشها عليهم من الفق بغير من كي يجيو هائلي بحيث معرفة أن اللحم الأرنب يعني ناشف ومن كي تزيدوا له هذه الخطوة كي يجيو غموا الديد بزاف كنرشهم وكنرشعهم يتحمروا كما اشتوا أخواتي القنية ديونا تتحمروا وهو جو هائلي واحد ريحة من عند كلكم شكيفة شكي جو والماداق ديالهم الديد بزاف وش بالعائلة ديالي يعجبوهم بزاف وذكر الاروز كي يكون كمال دياله انا هنا اضعتهم كبز ويتينات وكذلك رفقتهم بشوية البطاطا التي كنت اتجاقلها نتمنى يعجبوكم وخاصة الأخوات التي يعجبوهم القنيات يمكنوا تفرجهم على هذا الفيديو بغيتهم يجربوهم بهذه الطريقة يعني وخايدروا غير واحدة لحسابهم ويلا أعجبوكم حبيباتي كما نقول لكم دائما لا تبقلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم الجميلة وكذلك الاشتراك في القناة للجديدات بتفعيل الجرس الصغير لكي توصلوا بكل جديد لا تنسوش تبارتجو الفيديو معنا العزيز عليكم خليتكم على خير ونتلقى في الفيديو الجاي ان شاء الله ودائما معا شيوة صفاء الى اللقاء